لو شفنا الرسومات على الدولار هنلاقي نصر ماسك في مخلب من مخالب وأسهم كرمز للحرب وفي المخلب التاني ماسك غصن الزيتون كرمز للسلام وده ما يختلفش كتير عن القطعة الأثرية اللي هنتكلم عنها النهاردة واللي يرجع تاريخها لأربعة تلاف وخمسمائة سنة القطعة دي اسمها Standard of Ore على اسم مدينة Ore في العراق كانت بلاد الرافدين اللي هي العراق حاليا مهد الحضارة ومدينة Ore واحدة من أقدم المدن فيها كلمة Standard ليها كذا معنى بس نقصد بها هنا العلم أو الراية اللي بتترفع في المعارك ومكتشف القطعة الأثرية دي بيقول إن احتمال القطعة دي كانت متعلقة على عمود وكانت بتتاخد كعلم أو راية في وقت الحرب لكن الحقيقة إحنا مش عارفين بالضبط القطعة دي تم دفنها عن قصد واكتشفها رجل اسمه ليونارد وولي في أوائل الألفية الثالثة قبل الميلاد واكتشف كمان 16 مكبرة أطلق عليهم مقابر ملكية وكان فيها قطعة أثرية جميلة وغالية جدا بعض المؤرخين قالوا إن ده ممكن يكون صندوق موسيقى ومؤرخين تانين قالوا ممكن يكون صندوق لنقل العملة اللي كانت بتستخدم وقت الحرب طب تعالوا نشوف القطعة عن قرب هنلاقي إنها جميلة ومتزينة بطريقة منظمة جدا حجمها صغير ممكن إنها تتشال بسهولة ناحية من القطعة بتمثل مشهد عن السلام والرخاء متقسم لثلاث أقسام ومتبروز بقطعة جميلة من الصدف وده بيوضح لنا إن الثقافة دي وقتها كانت بتمارس التجارة مع دول بعيدة عنها جدا فمثلا اللازورد الأزرق من مناجم أفغانستان والحجر الأحمر المستخدم من الهند والصدف من الخليج اللي بيقع في جنوب العراء ومن أسباب ازدهار المدن دي هو نجاحها في الزراعة ففي الوادي اللي ما بين نهر دجلة ونهر الفراط كان بيتزرع أكل كتير جدا يكفي كل أفراد المجتمع فما كانش لازم إن كل واحد فيهم يشتغل في الزراعة والحقول فهنلاقي إن ظهر مبدعين وفنانين وحكام وكساوسة والتنظيم المجتمعي ده تم توضيحه في الثلاث أقسام دول على القطعة الأثرية هنلاقي إن الأغنياء وأصحاب النفوذ مشار لهم في أعلى القطعة والعمال العاديين موجودين في آخر القطعة وفي أغلب القطعة الفنية اللي بتنتمي لدول الشرق الأدنى القديمة هنلاقي إن القطعة الوحدة متقسمة لعدة أقسام لو هنشوف القطعة دي من تحت هنلاقي مجموعة من أشخاص والحيوانات شايلين حاجات وشكلهم بينقلوها من مكان للتاني وفي القسم اللي فوقها هنلاقي مجموعة من الناس بتشدوا وراها مجموعة من الحيوانات المرسومة بشكل أدق شوية من اللي تحتها الحيوانات تقريبا شاكلها أخرفان أو معيز يمكن ده بيمثل الناس اللي بتضحي بالحيوانات كشعيرة دينية أو هيدفعوهم كضرائب وفي الجزء العلوي هنلاقي الملك بشكل كبير وواضح ولابس لبس مختلف عن اللي حواليه قاعد على كرسي والكرسي له ثلاث رجلين عاديين والرجل الرابع شكلها رجل حيوان وفي مجموعة من الناس قاعدين مع الملك وبيشربوا في كسات شكلهم بيحتفلوا في مهرجان أو احتفال ديني مثلا والكسات دي لقوها لما كانوا بينقبوا عن القصار ولو أخدنا بالنا هنلاقي أن الناس اللي قاعد على الكرسي أكبر شوية حفل حجم من الخدم اللي واقفين يعني حتى التسلسل الهرمي موجود في القطعة الأثرية واللي بيوضح وجود ثلاث مستويات مختلفة من المجتمع ثلاث طبقات مختلفة من المجتمع وبعدين فيه شخصين على طرف القطعة شكلهم كده بيسلوا الناس اللي قاعدين واحد ماسك هارب وبيعزف والتاني ممكن يكون بيغني طيب ننتقل للجانب التاني من القطعة هنلاقيها مختلفة جدا عن الجانب الأول اللي شفناه إلا في حاجة واحدة إنها برضو متقسمة لثلاث أقسام لكن هنا هنلاقي مشاهد للعنف جمدة جدا شكلها كده حرب في القسم اللي تحت هنلاقي أربع عربيات حربية بيجرها أربع حمير في العربية اللي على يمين هنلاقي فيها سواء العربية ومحارب والمحارب شكله ماسك رمح أو فاس وبعدين المحارب وقع من العربية ولو دقنا هنلاقي تفاصيل رائعة في اللوحة دي زي مثلا الدم والجروح اللي حصلت للمحارب لما وقع وهنلاقي كمان حركة عجل العربية والغريب في القسم السفلي من اللوحة إنك بتشوفه أكنه حدث طبيعي بيحصل قدامك لكن بعض العناصر هنا رمزية يعني مثلا الأربع أشخاص أو الأعداء اللي واقعين على الأرض معتقدش قصدهم إن اللي ماتوا في المعركة دي أربع أشخاص بس ده مجرد رمز العدد أكبر بكتير القسم اللي في النص بيوضح صف من الجنود المستعدين للمعركة وكل واحد منهم لابس الخوزة بتاعته والخوز دي برضو تم اكتشافها في المقابر الملكية وهنلاحظ إن الجنود دول واقفين في خط مستقيم لكنهم فعلا في حرب ولو بصينا لليمين شوية هنلاقي تصوير للمعركة وهي بتحصل هنلاقي جنود بيقتلوا أعداءهم وجنود مقبود عليهم ويلفت نظرنا في القسم العلوي من اللوحة مرة تانية الملك لإنه بشكل أكبر من باقية اللي حواليه على شماله في جنود وعربية حربية وعلى يمينه في جنود بيحضروا للملك أسرى حرب وإحنا خمنا إنهم أسرى حرب من شكلهم من الجروح والدم ومن منظرهم عكس شكل الملك المنتصر ولو دقنا في شكل الأشخاص المرسومين هنلاقي إن كلهم مرسومين بجنبهم وظاهر عين واحدة بس شبه العين اللي بتترسم في الفن المصري القديم ومن أكتر الملاحظات اللي ممكن نلاحظها هو التسلسل الهرمي لطبقات المجتمع وإزاي التسلسل اللي بنشوفه دلوقتي في القرن الواحد وعشرين كان هو هو موجود في الألفية الثالثة قبل الميلاد تسلسل الهرمي لطبقات المجتمع تسلسل الهرمي لطبقات المجتمع